قام سعادة الدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية يرافقه مع السيد عبدالله علي عبدالله اليحية وزير الخارجية في دولة الكويت الشقيقة بزيارة إلى متحف قصر السلام وقام سعادة وزير الخارجية بجولة في أرجاء المتحف اطلع خلالها على محتوياته المتنوعة التي تعكس تاريخ دولة الكويت في مختلف العصور التاريخية وسيرة حكامها الكرام والأحداث المصرية التي مرت بها والمقتنيات الأثرية والتراثية واستمع سعادة الوزير إلى شرح مفصل لتاريخ متحف قصر السلام والغرض من إنشائه والجهود التي بذلتها الجهات المختصة لتحويل القصر إلى متحف متميز يزوره السياح والزوار والمهتمون بالتاريخ الكويتي وقد أعرب سعادة وزير الخارجية عن سروره بزيارة المتحف وأثنى على جهود الحكومة الكويتية لإنشاء هذا الصرح الحضاري وعلى تصميمه المتميز وما يضمه من مرافق متعددة تعبر عن تنوع رموزه الأثرية والتراثية وغنى الإرث الحضاري لدولة الكويت الشقيقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر